بنجاح كبير اختتمت النسخة الثانية من البطولة المدرسية لألعاب القوى التي نضبتها مؤسسة شرقة لرياضة المرأة صباح اليوم بمضمار نادي شرقة لألعاب القوى وشهدت تأمر سماء الختام حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة شرقة لرياضة المرأة بحضور ممثل كافة الجهات الداعمة والمشاركة في الحدث ومنها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة شرقة للتعليم الخاص ونادي الشرقة الثقافية الرياضي واتحاد الإمارات لألعاب القوى واستهدفت تظاهرة الارتقاء بالمنظومة الرياضية في الإمارة وتحديد العناصر المميزة القادرة على التمثيل المشرف لنادي الشرقة لرياضة المرأة والمنتخبات الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية وفي الختام تم تكريم جميع اللاعبات التي حققنا مراكز متقدمة خلال المنافسات إلى جانب المدربات طبعا مشاركة أكثر من 350 لاعبة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم ومع اتحاد العاب القوى وطاقم كامل من نادي الشرقة الرياضي للمرأة ومن المؤسسة وجميع العاملين كانت بطولة صراحة ناجحة البنات اللي شاركوا في فئات عمرية عديدة وفي ألعاب مختلفة في الوثب والرمي والجري النتائج كانت طيبة نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه عبارة عن الخطوة الأولى ونستكمل فيها تصحيح الهرم المقلوب وبناء قاعدة رياضية ممتازة لجميع الفئات ترفض الفرق الموجودة في النادي وفي المتخب بإذن الله